حسونا عربيته زي ما انت طلبت مني ولو انها مش من حق بس لازم يعرف هو بيسلمها منك ان انا برجعها له بس علشان انت امرت بكده مش اكتر يلا بقى قوم عزمني على الغدا برا عشان نكمل كلامنا انا مش فهم انت عايز ايه بالزبط يا حسونا بيه لان انا الصبخ قلت قلت انك شارف مش عرفك كمتر عزمت عليه ومرديش يا ابني اذا كان المتر اللي دماغه طوف فيها جمال مش فهم حاجة احنا نفهم وانا بتكلم سيني هعيدي السؤال من التان ايه اللي ضماني ان سالم الجرح يرجعلي فلوس المرادي واللي بيهنا بيهنا كله بالعقود حلوة اوي العقود دي معايا ولا معايا معايا انا ليه انت عايز العقود بتاعتك حسونا بيه من عناية يكونوا عندك النهاردة ده انت كده هتشيل هم ومصيبة كبيرة من عليك تافي كنت متحمل عشان خاطر سلم الجرح ي وانت ابو العز بيه عايز عقودك من عناية انا فتحت بق ايه لا لا الا الله هو ابو العز لازم رجلي تجي في اي حاجة وخلاص سمعني كلمتك يا حسونا بيه عموما الفلوس فلوسك وانت حر اما فلوسك اللي لسه ما رجعتش من السفر انا ضامنها برقابتي واخد عليها الورق اللي انت عايزه ايه عمينا ما لك رضعت على ابو الهول فجأة كده سيبنا فكرة يا متر وارد عليك وانت ابو العز متشوشارش علي يا اما انا مبشوشارش انا بلاغوش اه كلمتك الاخير ايه حسونا بيه اقولتلك هفكر وارد عليك السلام عليكم يلا ابو العز عليكم السلام طيب اتفكر بسرعة كده ليه عم ايوة يا ابو اللازيد اتمنى اكون بتكلم فقط مناسب خير اه كده مش مناسب عموما انا بكلمك عشان تخيف شوية اللي حسونا ومتشدش عليه هو الان لا تكون غضبان عليه وقال اه ممكن يعملنا مشاكل اللي احنا بغينا عنها تكلموا انت انا مش فضيله دلوقتي انا فعلا بعمل ده بس الموضوع محتاج منك زقة اوكي اوكي لما تكلموا اقولوا ان انا هطلبوا عندي ليه خبر حلو اوي يلا مع السلامة مش معقول كده حتى الخمس دقايق اللي هنقعد فيهم مع بعض هتقضيهم تليفونات؟ واحد من درويشك كان لازم هندله اب مجنن تاني مين ده؟ انا مش فاهمة حاجة خلصة حسونا طبعا يوه انا بقولك ناكل مع بعض ونقعد في الجو الجميل ده وانت تقولي حسونا عايز تسدي نفسي ولا ايه؟ ايه؟ واذن قطة؟ واذن قطة؟ واذن قطة؟ اه ما قول انت عملا ده واذن قطة مام سميينها كده فعلا؟ كده ما عرفش؟ لا وتعرف اليه؟ دراب 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 سيادة تعرف؟ ان يبقى لسانتين وقترا ما كلتش اكلة حلوة زي دي مين ات انت ناحلك ده ليه؟ ممممم لا أسحنا كنت فاكل نوتو ابتاكلاش الاكل اللي احنا بنوت يلقىبها سيادة يا سلام نفسك اتفتحت دلوقتي على الأكل صح؟ لا أصلي في الأول كنت فاكر ساتك هتدوقي بعدين لقيت التربيزة هتتنصف قلتة خش هيك و لأنا بقى ماشي ودن قطة ودن قطة صحيح دك شغط ملوخية يا ملوخية يعني نحو قوي ودن قطة محمد ادخل قلشك مناور ايه طمني اذن النابة بتعتفتيش مركب سلم الجرح الحمدلله على السلامة يا اخي اخيرا يلا بينا يلا يلا ايوا سلم بيه للأسف معهم اذنني يا ابو انا شفته بنفسي انا موجود في انتظار ساعاتك يا باشر مع السلامة عن اذنك ايوا يا باشا بس اذا خدوا على كده حيتطولوا زيادة في المستقبل ايه دا يا سالم وفهمني كويس اليومين دول صعب قوي انك تلعب مع النيابة هكدوهم حاجات اهم بكتير وعلى العكس احنا لو ادخلنا ممكن نعمل دوشة اكتر يا باشا الولد دا بالذات مغرور فاكن نفسه ياما هنا وياما هناك شاب بقى هنعمل ايه والنجوم اللي على كتافه يظهر انها مزغليلة يعني ايه هنعمل عقلنا بحقله بقى خلاص يا باشا الي تشوفوا حضرتك مع السلامة هما حيفتشوا الياخت اليه فضى بد عنك سيد انا متشكرة قوي والله انا مش عارف مين المفروض دي واشكر مين لا بجد انت مش متخيل انا كنت محتاجة يوم زي دا قد ايه وانا كمان والله العظيم انا انبسط طب تحلف ليه؟ احتياطي طب تصبح على خير انت منهار سلام قول من رب رحيم نعم انا جاهز جاهز ليه بالظبط؟ جاهز تقبض عليا بسبب اي ممنوعات موجودة على الماركد نعم بس احنا ممكناش بنتدور على ممنوعات على الماركد ساعتك في مستوى الشوهات يا باشا مالكنت بتدور عليه بقى ومحتاج اذن نيابة لوصل لساعتك المعلومة ووصلها نقصة احنا مكناش بنفتش مركب ساعدتك بس احنا فتشنا كل المراكب والأخوة اللي طلعت في ليلة قط رشاد فاكروا ساعدتك اللي كان شغال عندك يعني لو ما كانتش الجثة مدفونة كنت قلت ان حضرتك طلعت تدور عليه او على اي حاجة من قطر لكن الحقيقة بقى الموضوع محتاج تفسير خصوصا بعد القلق والإزعاج اللي حصليننا النهاردة الله يا باشا هو لو على إزعاج فناسب جدا لساعدتك اما بقى بالنسبة للتفتيش فدا شغلي ما ظنش ان محتاج ان اعتذر عنه عن إزنك يلا مهر ده آخر الصبري معاك يعني انت تطلعي لي زي العمل الراضي وتفزعي أمي في الظلمة تقفيلي ساكتها خايف عليك اللي انت بتعمله ده خطر قوي يا سايد ممكن بشيلن زيادة شرح والنبي عشان فهمي بيقل في الظلمة لا انت فاهمني كويس قوي انت كده ما بقتش حارس خاص انت كده بقت حاجة تانية حاجة تانية ازاي كلمة دغري مش لما ترد علي انت دغري الاول عموما لانا عملت اللي علي وفهمتك وانت بقى مستغير بسم الله ما شاء الله عليك وفاهم الصح من الغلط تفتكر بقى لو سنم بيت